صباح الخير صباح النور كديري اللبس عليكم يا ربي يلقاكم هاد الفيديو بخير وعلى خير لكل المشاركين ديالي والمشاركات وحتى اللي مازال ممشاركينش معايان اتمنى باش يشاركوا معايا ويديروا ابوني فعلوا الجرس وهذا فضلا وليس امران كنشكركم بزاف رحبا بكم في قناة كل شي ساهل مع مينا اليوم غادي نشاركي معاكم لغدا ديالي ولغدا ديال الوليدات بصدر الدجاج والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر عندي هنا صدر ديال الدجاج مقطع رقيق على هاد الشكل عندي فلفل احمر وفلفل اخضر مقطع على هاد الشكل رقيق عندي هنا فلفل احمر وفلفل اخضر مقطع على هاد الشكل ديال الشرائح عندي الطماطي ليصغيز عندي هنا يا صدر الدجاج مقطع على هاد الشرائح كبار وعندي هنا يا القرعة الخضراء اولى كيقولوا لها مصري الكوسة يعني مقطع لها الطريقة عندي هنا يا خمسة ديال البصلات مقطعين شرائح لها الطريقة تابعوا معي الطريقة حتى الاخير عندي هنا يا نبديوا بالغدا ديال الوليدات غادي نديروا الزيت ديال العود ما كترنش بزاف غادي نديروا صدر ديال الدجاج وغادي نديروا فلفل احمر وفلفل اخضر اللي مقطع لها الطريقة رقيقة يكون مقطع لها طريقة رقيقة بزاف باش ما يحسوش به هدراري ويا فلو ها هو هذا ها نخليوها لها الجانير ارجعوا للغدا ديالنا هندير الزيت هندير شرائح ديال الدجاج قدروا تخليوا الزيت اللي عنده المقلاء ديالو تلسق يقدر يخلي الزيت تتسخن ويدير الجاج بزاف لي كي يقولوا لك علش الجاج كي يطلقنا الماء وكي يلسق انا عندي هاد المقلات ما كيلسقوش نديروا كل شي ديريكتي هكا في المقلاء انا غادي نخلي هاد يتسحر لي شوية حيط راني مقطع قطوش شوية كبار هندوزل للنار ديالنا باش نوريكم تاريخ ازنا النار ديالنا البلاث غادي نخلي هاد الشرائح يتقلوا شوية حيط غلاد عادي نزيد لهم البصل والخضر اللي ترفقهم غادي نديروا هادي ديال الشرائح ديال الدجاج اللي مقطع عرقي وقامع الفلفل احمر اللي مقطع عرقيق هنخليو هاد شي كامل يتقلاء عاد ونرجع معاكم باش نديروا التوابيل ونديروا الملحة ديال جزا البنات كما قلت لكم ما كيلسقليس انا هنا المقالة ما كيلسق اللي عنده المقلة السق يخليها حتى تسكن الزيت الزيان غادي نزيد الفصل ديالي هنا غادي نزيد الكوسا واللالقرعة الخضراء غادي نزيد الفلفل ديالي هنا غادي نزيد الفلفل ديالي هنا هاخليهم يتشحروا زيان ورجعوا الكمل رجعوا البنات لهذا الغداء ديال الوليدات مهم هو تقلات شحر ديالي هنا ندير لهم هذا العطور ديال الفاختاس كيفية الحار فيه كل شيء يعني كل شيء فيه جميع التوابيل نخلطوه يعني صافي عوة طابة يعني تشحر نشوف نشوف ما يبقاش فيه لما نهائيا نشوف ما يبقاش فيه كيفية نديره بطريقة باش مهم هوا نخليوا على جانب نرجعوا هنا الغداء ديالي هنا هوا كيفية تشوفو هوا يطيب هنا عندي انا الغداء ديالي ندير فيه التوابيل عادي طبيعية كما كتعرفوا الملحة هريسة غبرة سكينجبير والخرقوم ودايمن بغي انا واحد العويد ديال القرفة كتعجبني ديك المسمى ديرت الموعد العويد تطلق لهم المسمى ديال القرفة مهم هكا وغادي نزيدله بعدما تحت هاد الخضراء مع الدجاج غادي نزيد لهم هاد الطماطي هنا يعني الطماطي ما غاديش نحليوها حتى يعني يعني نحليوها تقشة الشكل دياله هاكا مهم هادي نحليوها هادي هادي نحليوه اطلق نرى المقلى للبنات كون عندك المقلى اللي عندكم تكونوا تديرو الخبز سواء هاد الخبز درتو فدار تفدارة هجيزوين أنا غادي قنا نشاركو معاكم هنا فدار اليوم ما عندش الوقت غشيتو المهم تديرو المقلى كما قلت لكم تديروا الخبز بالحجم المقلة اللي موجودة عندكم صغيرة شيروا الحجم الصغير ولا ما تديروه تصاوبوه صاوبو الحجم صغير كبيرة أنا عندي هذه هي مخيرة كبيرة خليها غير هذا عندي هذا الحجم يعني تحد الخبز هنتم كما تشوفون من هذا غا نزيدو هنا ينديرو فرماج فرماجروا الوليدات يعني احترحوا الوليدات وانا مع هذا الجو الحارة لا يستطيعوا يأكلوا شيء يبقى هذا الشيء الناشف كما تشوفون أنا سأقوم بإمكانكم هذه الوحيدة ومن بعد تبعوه ومن بعد نكمل هذه الوحيدة ومن بعد نشارك معكم بإمكانكم هذا ناليا لكم فيديو كما تشوفوا تصوحونها مفتاح كما تشوفوا كما تشوفون كما تشوفون كل جزوي هنا البنت بزر me فرحة جربتها في اليوطوب جربتها جربتني قلت لا شاركها معكم زي ماكين جابت مشاهدة كبيرة في اليوتيوب وفعلا تستحق هذه المشاهدة اللي جابتها يعني صراحة تستحق انا من اللي جربتها ذات واحدة اللبنانية هذي اللي دارتها لبنانية يعني صراحة قلت لازم جابت هذه المشاهدة يعني راها تستحقها صراحة قدقها يعني انتم ما كتشوفو احنا كنت نتبعو هادشي نزيدو عود ثاني الفرماج هاكا يعني كاتهز الفرماج ولكن جي يعني حبه وحده يعني غنية لوليدات نزيدو البنات خبزة الخراحة هاكا ديالنا ونضيروها فوق النار غادي نضيرها فوق العافية وغايد رجع معكم ونزيدو الغدادية لنا البنات ها هو شتوكي بش جدائر سيجي هائل يعني الخضراء كي ينقع تكون بعض المرات كي اللي تكون قاعد عنده هاد الخضيرة في الدار والفضر ديال الدجاج ولا كي ينني الفكرة يعني ما تكونش الفكرة وكما تشوفو الجنات كما قلت لكم هاد الطوماطيس تديروها حتى الاخر انتم ما تشوفوه خصتها تبقى هاكا شد الحجم ديالها ومتطر ساكلورة ها غادي تكون تابعينه واتدير الفلاتو ديالنا البنات ها هو تقديم دياله ها هو في الجهة الى هاد الماكلة خفيفة صيد هاد الجو الحار البنات وصيفية ويعني جزوينة بزاف كتابة الكبار والصغار صراحة ما فيها البطاة طالعوا على البطاة سوف تكون شدوا شوية في هاد الجو الحار تكون شوية صعيبة وهم هادي هي البنات طريقة ديال البلاتو ديالنا كمناه وخليت هاد القريعة ها هاد باش يقوم باين يعني باين باين البلاتو كندرتها ها في المقلاء البنات وغطيتها هاد كاب هاد الزاجة ديال المقلاء وخليتها باش يقليق الفرماج ويطلق وغيري دا بان قلبوها كما كاتشوفوا ها ها شو كنتجيبها ها هاكا نعود انخليوها واحد شوية يدوب لفرماج اللي في جيها للخرى وغيري نزوزوا التقليم بزادينا البنات هايا كما كاتشوفوا دراري كي يحمقوا على هاد الشيئ انا بده ولدي كي يحمقوا على هاد الشيئ هذا هو الخبيزة هذا هو الخبيزة كافية هذا هو الخبيزة هذه هي الخضراء هذا هو الخبيزة هذا هو الخبيزة أشكر الكثير من المشاركة والذي لا يشارك لا يشارك فضلا وليس أمرا و بسلام عليكم و بطبيعة الحال ترفقوا بالسلاة و العواصير انا غير الفكرة للوجبة الغداء خفيفة وصيفية تتجيهائلة و بنين البنات لا تشبهوا منها و الى الفيديو القادم و الى اللقاء